طلعنا رفعنا نزلنا قلنا بعضنا أربع سنوات ونصف ما قلت سلم أي حاجة يأسوا من الوعود وأرهقتهم صعوبة الحياة خارج بيوتهم إنهم نازح اليمن الذين فروا من مناطقهم بسبب الحرب الدائرة فيها فبعد خمس سنوات من القتال ودمر لا يزال الشعب اليمني يدفع فاتورة تلك الحرب التي خلفت وراءها جيشا من النازحين تزداد معانتهم يوما تلو الآخر البعض من النازحين لجأ إلى مخيمات تفتقر حتى للحد الأدنى من مقاومات الحياة الكريمة حيث انعدام الخدمات ونقص الغذاء وانتشار العديد من الأمراض التي أدت إلى وفاة العديد من السكان هناك وحيث نحن مأساوية يعني لا سكن لا فرش لا مستشفى ناس محروم من غذاء من كل الجوانب يعني الناس ضابحين وحال المستشفى ما فيه وفي ناس ماتوا من أمراض كوليرا مراريا من كل حاجة أمل بعض الآخر من النازحين خاصة أولئك النازحين من منطقة الحديدة الذين لم يحصلوا على مأوى أو إغاثة فلم يجدوا غير المدارس سكنا لهم لا سيما وإن ميليشيا الحوثي تتحكم وتمنع صرف المعونات في مناطق شمالي البلاد تنقصنا أشياء يعني هنا في المدرسة يعني مثل البطانيات كما تعلمون نعنا نازحنا بدون أي شي يعني يا الله يا بالكاد أخذنا ملابسنا يعني ومشينا من الحديدة كل الفرش بطانيات يعني حتى المصروف ما فيش معانا يعني أنا إذا حين لما قالوا ليسكني في المدرسة أنا قلت لهم أسكن في المدرسة معايا ثنين عيال طيب مصروف من فين بجيب لهم إذا كان هناك في بلادة لما كنا في الحديدة كنا نشتغل دي باب كنا نروح فيه مني بيع معي محل صغيرة بيع فيه طيب هنا فين بابي تقارير أممية أكدت أن الحرب المتصاعدة في اليمن منذ خمس سنوات تسببت في تشريد أكثر من ثلاثة ملايين نسمة داخليا فضلا عن تدهور حاد في الاقتصاد وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية وحرمان مئات الطلاب من تعليمهم ولا يعرف اليمنيون ما ستقول إليه نتائج تلك الحرب التي حولت حياتهم لكابوس دفع النازحون ثمنها الأكبر فيما وصفت الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بالأسوأ في العالم وأن أكثر من ثلثي سكان بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العجلة